اليوم طبعا رح نتكلم عن الموضوع القديم الحديث اللي ما زال بيتكرره طبعا كخادم للانجيل انت اكيد بتشوف انه كتير ناس احيانا صعب يفهموا فكرة الصليب وكتير ناس رحت لدرجة انه تهاجم عمل الصليب وهذا ليس بغريب لانه من اللحظة اللي المسيح تكلم عن الصليب كان دايما في مواجهات لكن التركيز في هذه الحلقة عن العثرة يعني عثرة الصليب الكتاب المقدس بيتكلم في رسالة بوتروس انه يسوع المسيح نفسه عثرة وبيتكلم عن الصليب عثرة وحتى يعني اذا بنقرأ في رسالة او في انجيل متى اصحاح ستعش منشوف شيء مهم جدا المسيح بيتكلم انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم واحد من تلميزه الى بوتروس الاقرب يعني ليسوع المسيح فاخذه بوتروس اليه وابتدأ ينتهره قائلا حشاك يا رب لا يكون لك هذا فالتفت وقال لبوتروس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس طبعا هون يعني بيتكلم عن آية قوية جدا فخلينا نبتدي بفكرة العثرة ما هو مفهوم العثرة الكلمة العثرة معناها زلة او ببساطة المعنى اللغوي بتاحها شيء في الطريق يعطل السائر ان يكمل مسيره يعني واحد ماشي في السكة ام يقاب الحجر يصطدم بهذا الحجر ويسقط على الارض بدرش يكمل المسيرة باعتبر ان هذا الحجر هو بالنذباله عثرة طبعا في سفر اللويين بعتقد انه بيتكلم عن هالموضوع انه عن الشخص اللي بحط حجر امام اعمى اعمى مش شايف بحط له حجر حتى ايش يعثر في هاي الفكرة يعني؟ بالزبط يعني وكثيرين يضعوا امام اعينهم ان صليب المسيح بالنسبة لهم امر امر خطأ امر جهالة يتعثرهم ويعثروا الاخرين يصبح لهم المسيح والصليب حجر في الطريق مش قادرين يفهموه يسقطوا عليه والنتيجة انهم يترددوا زي ما قال الكتاب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة